السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الاستثمار وكمان عايزين نتكلم شوية عن مدينة العبور يا ريتك تكلمنا عن مدينة العبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحياتك أستاذ خالد بالنسبة طبعا لمدينة العبور مدينة طبعا جميلة مدينة فيها بدأ فيها في تطوير في المدينة أكوى من الأول بكتير طبعا المستثمرين فيها طبعا الله أكبر عليكم فعلا فرق كبير من سنتين ثلاثة دلوقتي المستثمرين الحمد لله فيها مستثمرين دخلة بكوة جديدة في مدينة العبور وطبعا مدينة العبور كل يوم فيها جديد يعني كل يوم مثلا فيه تطوير أكتر كل يوم فيه تطوير أكتر في مدينة العبور وفيه كمان رئيس الجهاز طبعا فيه تقدم في مدينة العبور إيه اللي شد انتباهك في التطوير إيه؟ اللي شد انتباهك في التطوير أن مدينة العبور فيها اهتمام عن من قمة حوالي خمس ست سنين وفيها دلوقتي استثمار عقاري بكوة جديدة عن الأول تمام هي فيها يعني مدينة العبور فيها جهازين ولا جهاز واحد؟ مدينة العبور الأول كان فيها جهاز واحد اسمه جهاز ملينة العبور تمام اصبح دلوقتي فيها جهاز تاني اسمه جهاز ملينة العبور الجديدة فملينة العبور اصبح فيها جهاز ملينة العبور الجديدة والقديمة يعني فيها يعني مثلا هي فيها العبور واحد والعبور اتنين فيها العبور واحد والعبور اتنين العبور اتنين فيها تطوير قوي جدا حاليا دلوقتي يعني الواحد كده لما بيجي داخل عبور من برة يعني ما شاء الله فعلا بيحس ان هو رايح مكان تاني يعني مدينة جديدة خالص مدينة العبور حضرتك من حوالي خمس ست سنين ما كانش زي دلوقتي اصبح دلوقتي المدخل من بعد كرفور مش عاوز اقول لها حياتك بيجي اقوى من الاول واركة من الاول وفي تطورات عن الاول بس هنا دلوقتي في بعض مفروض يعني عنده في صنينة بتاعت الحياة الخامس دي كذا حدثة بتحصل فيها فمفروض المكان ده يبقى فيها حب التعديل شوية لان المكان ده طبعا ايه فيها ملفات كتير بالنسبة ايه لصنينة الحياة الخامس تمام تحب تشكر حد في مدينة العبور طبعا اشكر رئيس جهاز العبور واحد تمام واشكر رئيس جهاز العبور اتنين صراحة يعني في اهتمام بمدينة العبور تمام وفي اهتمام من ناحية العبور القديمة والعبور الجديدة في اهتمام من ناحية رأسات جهاز وبيستقبلوا اي شوكة بتجيلهم تمام طيب يعني رؤيتك 20-30 هنقول لمدينة العبور لان انت قعد في مدينة العبور وانا عارف ان انت بتهتم بها شوية نظرتك لمدينة العبور 20-30 ايه رؤيتك ليه؟ رؤيتي لمدينة العبور 20-30 تمام مش عاوز اقول لحياتك يعني ربنا يديك تلت العمر ويدينا تلت العمر تمام فيه فرق بين التطوير وفيه فرق بين الاستثمار 20-30 هيبقى فيها تطوير بكوة جديدة 2030 هيبقى فيها استثمار بكوة جديدة فيحنا هنا دلوقتي داخلين واخبالك في تقدم سوى في العبور واحد وسوى في العبور اثنين فيها تقديم واخبالك تقدم شريط في المدينة سوى المدينة العبور الجديدة او العبور القديمة هنا في حاجة برضو خليك في العبور الجديدة احنا عندنا هنا الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي ده حضرتك وبأدي رسالة طبعا للسيد رئيس جهاز العبور الجديدة تحيات لحضرتك إن مفروض الإسكان الاجتماعي ده أولا اتنشأ بسرعة وفي دلوقتي 80% مباني فاحنا بنقول للسيد رئيس الجهاز ياريت برضو ايه نهتم شوية بالإسكان الاجتماعي لأن هنا دلوقتي فيه كسافة السكان فيها كبيرة وبالنسبة للإسكان الاجتماعي في العبور الجديدة برضو ياريت نهتم شوية بالمرافع وبالأسفلت وكمان بالنسبة للإسكان الاجتماعي محتادين دعم من سيادتك واهتمام من سيادتك بالإسكان الاجتماعي للإسكان الاجتماعي بيجي في كسافة السكان كبيرة طبعا في الإسكان الاجتماعي في العبور الجديدة ويارد كمان أن المكان ده يبقى فيه كومباون حتى لو كومباون شجر الشجار تبقى حواليه واخباراتك زي سكن مصر لقدامي لأن المكان ده على فكرة نشئ واخباراتك بسرعة وطبعا بتوجهات حضراتكم كجهاز مدينة العبور جهاز فعلا متطور جهاز ناجح فيارد يكون فيه اهتمام كبير بالسكن الاجتماعي في مدينة العبور الجديدة لأن المكان ده فعلا محتاد رعاية من حضراتكم واخباراتك لأن المكان ده بيجي فيه سرعة مباني وسرعة سكان مش عاوز اقول لها حياتك ونستعجل كمان الكهرباء نستعجل لأن فيه سكان كتيرة هناك ساكنة في الاسكن الاجتماعي فيارد حضرتك نستهم بيه الاسكن الاجتماعي بوجه رسالة سيادة رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة نهتم بالاسكن الاجتماعي هو طبعا كلامنا يعني لسه مخلطش مخلصي وبعدين فقراتنا كتير لديك الوقت طبعا هنقول الفقراتنا انتهت وان شاء الله طبعا استنونا الفقرة الجاية وهكون فقرة مهمة جدا فاصل ونرجع لكم انا قلت الخبر مش عادي هنا انا قلت الخبر مش عادي هنا اصل الخبر ايه من خالد طنطاوي هنا اللي حبه غاوي ودي كل الحكاوي اللي حبه غاوي ودي كل الحكاوي اذا كانت في البيت انا قلت الخبر مش عادي هنا انا قلت الخبر مش عادي هنا اصل الخبر ايه من خالد طنطاوي هنا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الدعية الاسلامي الشيخ محمد عادل والنهاردة طبعا هيجاوب على اسئلة كتير زي ما وعدناكم وعدناكم وقلنا هنجاوب على كل الاسئلة اهلا بيك الشيخ محمد اهلا بيك طبعا احنا في اسئلة كتير جات لنا فهنجاوب على سؤال واحد لان السؤال فيه ناس كتير بتلحى عليه وهو التنمر يريد تكلمنا عن التنمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللي زمن علينا بنعمة الاسلام وله الحمد كثيرا لانه نور طريقنا بالقرآن والسنة سؤال عظيم من رجل عظيم زي حضرتك والسخالب بنا بارك فيك التنمر وهو الاستهزاء والسخرية اولا ربي سبحانه وتعالى خلق الخلق خلق بني ادم وكرمه وانزل اليه الكتب وارسل اليه الرسل وجعله في احسن تكويم وجعله في احسن صورة وسخر له السماوات والارض وسخر له كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يأتي بشر وبعض البشر من البشرية عندهم شيء من التنمر والسخرية حضرتك انت دلوقتي بتسخر من مين تمام من الذي خلق من الذي اوجد من الذي ابدع من الذي جعل الاسود وجعل الابيض جعل الطويل وجعل القصير جعل من عنده عيب العيب ذلك خلقه به ربه سبحانه وتعالى من الممكن ان يكون هذا العيب له حكمة لا يعلمها الا الله تمام ورب سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم وبعدين ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فسق جعله الله تبارك وتعالى هذا فسق لمن يتنمر ولمن يتنابز بالالقاب والعياذ بالله ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم ما هو التنابز بالالقاب تنابز بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب حضرتك في لقب انت اسمك فلان تمام شخص اخر يناديك باسم انت لا ترضاه انت لا تحبه تمام انت لا تريد ان تسمعه تمام هذا هو التنابز بالالقاب شيء عندما تسمعه تستشعر انت بانك صغير وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانسة وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرامكم ربنا سبحانه وتعالى قالش اكثركم مالا ولا جاها ولا سلطانا ولكن قال ان اكرامكم عند الله اتقاكم ان اكرامكم عند الله ايه اتقاكم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التنمر ده حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بل حضرتك حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دخل رهت كما قالت عائشة رد الله عنه وارضاها دخل رهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد السام عليك يعني الموت عليك فلم يرد النبي الا ان امنا عائشة رد الله عنها قالت وعليكم السام وعليكم اللعنة بالدفع عن مين زوجها وعن حبيبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت السام عليكم واللعنة عليكم فرد عليها الحبيب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن الله يحب إن الله يحب الصفح واللين في كل شيء يعني سيدنا النبي حتى لما أبلوه بالإساءة هو العفو فمن عفى وأصح فأجره على من ادفع السيئة بالحسن وخالق الناس بخلك حسن هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه هي أخلاكه النبي حاجة عايزة أقولها بقى للشارع المصري ولكل الناس وللأب وللأم وللزوج والزوجة والأولاد تمام انتو بتتنمرهم التنمر ده من الذي خلق الصنعة انت لما تتنمر على شيء بتعيب من الصانع أم المصنوع الخالق سبحانه وتعالى خلق الكل فهو أبدع وهو المبدع عندما تجد شيء كل سبحان الخالق ان الله جميل ونحبه الجمال آخر حاجة عايزة أولا والسؤس خالد ان التنمر ده والسخرية بيبقى ناتج عن ايه بيبقى ناتج عن كبر والعيزة بله يقع بين الغني والفقير وبين القوي وبين الضعيف وبين المدير وبين العاملين عنده في شركة أو ما شابه ذلك أقول لك وهنه مع حضرتك وأقول لك ان الله جميل ونحبه الجمال لا يدخل الجنة من كان في قلبه المسقال زرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة فقال ان الله جميل ونحبه الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني عدم الانقياض للحق وغمط الناس اي الاحتقار من شأن الناس وهذا ما نهى ربنا سبحانه وتعالى عن السخرية وعن التنابز بالألقاب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم البر شيء حين وجه بشوش وكلام الليل نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بوعث لأتمم مكارم الأخلاق لما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق وستدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك تبسمك تواجه أخيك صدقة يعني ما تقابل حد ممكن تقابل واحد مريض ممكن تقابل واحد عنده مشكلة عنده مصيبة هو جاي بيشتكي لك جاي بيتحدث معاك مستنى منك ايه مش مستنى منك حاجة هو مستنى منك ايه من جبر جبر ما شاء الله عليك حضرتك في موضوع تاني هو جبر الخواطر من جبر جبر ناخد لمحة سريعة كمان طيبما جبنا سيرة المرأة المرأة اللذي حجت وصامت وزكت والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه هي في النار كانت تؤذي جيرانها بلسانها وان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلكي لها بالا من رضوان الله فيرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلكي لها بالا فيهو بها في جهنم بكلمة ممكن تدخل الاسلام بكلمة ممكن تخرج من الاسلام بكلمة بتحل ليك زوجتك بكلمة بتحرم عليك زوجتك بكلمة تدخل الجنة وهو ان تشهد ان لا اله الا الله بكلمة تخرج من الجنة بكلمة واحدة ان شاء الله طبعا في الحلقة القادمة هيقول لنا كلام كتير قوي مع الشيخ محمد عادل ومن هنا طبعا فقرتنا انتهت واستنونا في فقرة تانية بعد الفاصل انا قلت الخبر مش عادي هنا انا قلت الخبر مش عادي هنا اصل الخبر ايه من خالد طنطاوي هنا اللي حبه غاوي ودي كل الحكاوي اللي حبه غاوي ودي كل الحكاوي انا قلت الخبر مش عادي هنا انا قلت الخبر مش عادي هنا اصل الخبر ايه ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا الشيخ عماد ابو عيد السويركي رئيس الاتحاد الوطني للقبائل المصرية والعربية موضوعنا النهاردة هيكون موضوع شيء جدا وهنتكلم ونواصل موضوع البشعة اهلا بك الشيخ عماد يسعد كل اوجاتك استاذ خالد يا مرحب بيك النهاردة في برنامج جمال البلد الناس كلها مشتاقة تسمع موضوع البشعة والله استاذنا اولا تحياتي الى استاذ المشاهدين في جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية جميعا لهم كل التحية وكل التقدير تحدثنا فيما قد سلف في الحلقة الباضية ينكم حتى طبعا كان معانا الشيخ محمد عادل وهو رجل طبعا متخصص حرام او حلال انا لن استطيع اقول حرام او حلال فرجل طبعا هو يعني اوجز قولا واحد قال ان البشعة طبعا حرام ولكن خلينا نوضح معاني البشعة ومتى بدأت البشعة هل البشعة هي بالفعل قعدة ضمن قواعد القضاء العرفي لا طبعا يعني انا اجزم ان البشعة هي ليس قعدة ضمن قواعد القضاء العرفي لان يمكن تحدثنا مرارا وتكرارا فيما قد سلف القضاء العرفي اولا يعني تحدثنا سابقا انه الاف السنين يعني مشال في سنة ولا الفين ولا ثلاثة القضاء العرفي منذ الاف السنين البشعة هي ضمن الاشياء اللي هي بتعتبر دخيلة على القضاء العرفي ويعني خليني اقول حاجة انظر لها نظرة اخرى يعني هي ارزاق نعم قول واحد البشعة ليس من القضاء العرفي والبشعة دخيلة على القضاء العرفي وفي النهاية هي ارزاق نعم يعني يمكن حضرتك اتكلمت عن بداية البشعة من على ايام يعني قبيلة جرهم لا 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 خلص اطلاقا لا لا شوف يعني هو اولا متى تم التعارف على القضاء العرفي في العالم العربي القضاء العرفي ليس له تاريخ مقيد يعني يتطفق عليه الجميع ولكن يعني نحن بناخد هناك ايضا فينا منزوجات حية على سبيل المثال يعني قلنا نزار في بقى سلف تخلف انمار وربيعة واياد اربع ابناء وورس الاربع ابناء يعني وورس الاربع ابناء قال يعني بعد وفاتي انت لك القبة الحمراء وانت القبة السوداء وانت مجالس القوم اذا هناك في قضاء عرفي منذ الاف السنين قال الراجل واذا اختلفتم واذا اختلفتم فعليكم بالافعال جرهمي فهو قاضي القضاء في ذاك الوقت فاذا اختلفتم في الامر فعليكم بالافعال جرهمي وحينما ذهبوا الى الافعال الجرهمي عفوا تبين انهم اكثر منه فراسة واكثر منه فهما نعم يعني مثلا بالنسبة للجلسة العرفية بتتردد مثلا مرة واثنين وثلاثة لو تعبنا فيها قوي بنحيلها مثلا للبشعة لا الجلسة العرفية نحن لا نحيل احد الى البشعة دايما نعرض نقول يا ناس نسوق على العزيز الجبار الناس يقول لا سوق على النار يا ناس يمين الله يقولوا يا عم الشيخ قالوا بالحرمي احلف اذا البشعة هي المتهم المتهم والطرف الاخر هم فرضوا البشعة واهتادوا وارتضوا لكن على ما اعتقد يعني قلة قليلة من المحكمين على مستوى الجمهورية بيحيل الى البشعة نعم طيب هنرجع بقى هنخرج من موضوع البشعة ونخش في موضوع تاني هنتكلم عن المؤتمر في شرم الشيخ لكن اتفاجنا ايضا ان البشعة هي حرام وليس من القضاء العرفي تمام نعم هي لسه موضوع البشعة عايز حلقات كتيرة لا خلينا نكثره هي قول واحد البشعة حرام وهي دخيلة على القضاء العرفي نعم نعم طيب هننتقل بقى لموضوع اخر موضوع المؤتمر مؤتمر شرم الشيخ يعني اولا معلش يعني انا ما عندناش يعني يعني نبزة نبزة عنه نبزة هو طبعا مؤتمر شرم الشيخ ان شاء الله بمر الله قريبا جدا هنعلن المعاد بمشيئة الله هنحدد المعاد قريبا جدا وهنعلنه ولكن هو مؤتمر شرم الشيخ خليني اقول لك الحضور في المؤتمر بمشيئة الله كلهم بيعتبرهم متخصصين في الزكاء الاصطناعي تمام وهذا هو بيعتبر يعني موضوع العصر الزكاء الاصطناعي يعني هناك ينكم في بعض التصرحات ان بعض الدول اللي هي يعني هتكون على جد حلها في الزكاء الاصطناعي هتبقى يعني دول متخلفة لان ينكم الزكاء الاصطناعي تدخل فيه اشياء والعلم عند الله سمعنا من المتخصصين ان الزكاء الاصطناعي هو يعني هيكون احد المسببات في اطالة العمر سمعنا سمعنا أحد المسببات في إطالة العمر أحد الأسباب أيضا في منع المرض عن بن آدم وهذا شيء طبعا بالنسبة لنا يعني نحن نستغرب هذا الشيء طبعا في الحلقة إن شاء الله القادمة هنتكلم عن كيفية المؤتمر وهيتكلم عن إيه وإسم المؤتمر وإن شاء الله يكون إمتى إن شاء الله بمشيئة الله نحن بنشكرك على الحلقة الجميلة دي ومن هنا طبعا حلقتنا انتهت والبشعة منذ البشعة انتهى وتجفر نعم استنونا إن شاء الله يوم الثلاثة القادمة ساعة اثنين زهرة